دافعت استخبارات وزارة الداخلية عن قرارها بتغيير واحد وستين ضابطا قائلة إنها تضخو دماء جديدة وفق خطة مدروسة لمكافحة الإرهاب جاء ذلك بعد جدل سياسي أثير عقب سلسلة تغييرات تجرى منذ أسابيع في وكالة الاستخبارات ومناصبها العليا التوضيحات التي نشرتها استخبارات داخلية برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف جاءت على خلفية حادثة مجمع القصور الرئاسية في البصرة بعد اشتباك بين قوة أمنية وفصيل مسلح أصدر على إثره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارا بإقالة قائد عمليات البصرة أكرم صدام وتعيني اللواء الركن علي الماجد